اهلا بكم الى لقاء الاولى بدأ وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل غارثيا اليوم زيارة مفاجئة الى العاصمة الليبية طرابلس وقد وصل غارثيا مطار معتيجا في طائرة خاصة قبل ان يبدأ سلسلة لقاءات مع المسؤولين الليبيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة فيس سراج وقد عقد الطرفان لقاءهما في القاعدة البحرية الرئيسية في العاصمة والتي يتخذها السراج واعضاء المجلس الرئاسي مقرر للحكومة في عقاب اللقاء اكد المسؤول الاسباني على موقف بلاده الدعم لحكومة الوفاق مشددا على ان زيارته تمثل دعم اسبانيا للحكومة في مصاري بنائها لدولة ليبيا مستقرة رحب المبعوث الدولي الى ليبيا مارتين كوبلر باعلان المجلس الرئاسي الليبي تشكيل قيادة عسكرية مشتركة للقتال ضد تنظيم داعش وشهد التنظيم اخيرا تراجعات ميدانية في مناطق بنغازي في حين لا يزال يشن هجمات قرب المناطق الليبية الغنية بالنفط من جهته اتهم رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبدالله ثني المبعوث الدولي الى ليبيا بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي بشكل ملحوظ وعدم الالتزام بدوره كمبعوث دولي وادع ثني كوبلر للوقوف على مسافة واحدة من كل الاطراف وان لا ينحاز لطرف ضد طرف اخر الحقيقة السيد كوبلر يتدخل في الشأن الليبي بشكل ملحوظ ولا يلتزم بدوره كمبعوث اممي ونحن نلاحظ المبعوثين سواء كانوا في سوريا او في اليمن دورهم واضح ومحدد لكن السيد كوبلر احيانا يتدخل يقول هذا جيش شرعي وهذا غير شرعي وهذا موجود على جزء من ليبيا ومرة اخرى يتدخل اتركوا ممرات امنة لمن نترك الممرات امنة في مدينة مغازي واخرها يصدر التصريح من السيد كوبلر بطرب تحقيق فيما حدث في مدينة بن وليد هذا شأن داخلي خص الدولة الليبية وخص مؤسسات الدولة الليبية وعد السيد كوبلر ان يكون على مسافة واحدة من كل الاطراف ولا ينحاز لطرف دون اخر ونحن ذكرنا له ذلك ميران وتكران ولكن للأسف هذا الوسيط ينحاز لطرف ويريد ان يملي ارادة او ارادة المجتمع الدولي على الشعب الليبي وهذا طبعا شيء مستحيل ومعنا من القاهرة الكاتب والبحث السياسي الليبي دريس طيب سيدة دريس أهلا وسهلا بك على ستاي نيوز عربية اعلان المجلس الرئاسي لإقامة قيادة مشتركة لمحاربة داعش هل هي خطوة على الطريق الصحيح ام انها ستعمق الازمة؟ حقيقة شخصيا اعتقد ان هذه الخطوة هو ربما بسبب حتى من التمهيد الذي ورد داخل البيان ذاته لها تعني انها محاولة لتفادي ما يمكن ان يحدث اذا لم يتم اتخاذ خطوة كهذه الاشارة في بداية البيان ان هناك قوى مختلفة ومتعددة ومتناقضة ولا تثق في بعضها البعض اكثر من قوى متجهة الى مدينة سرد لخوض معركة ضد داعش ولا يمكن تصور ان تقوم كل هذه القوى المتناقضة التي تعتبر خصوما سياسيين طوال السنتين الماضيتين لا يمكن ان تصور ان يقوموا بمعركة واحدة وموحدة بدون حد ادنى مطلوب من التنسيق ووحدة القيادة ووحدة العمل وبالتالي من الطبيعي جدا محاولة ايجاد صيغة لتوحيد هذه القوى المختلفة في هذه المعركة التي هي تعتبر معركة الشعب الليبي جميعا ضد التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم داعش هل كان يفترض على المجلس الرئاسي ان يجد حل الاشكال السياسي الحالي ام الهرولة لاقامة قيادة عسكرية لمحاربة داعش ايهما الاول برأيك سيد ادريس المشكلة ان المجلس الرئاسي لا يستطيع وحده ان يجد الحل الاشكالية السياسية للأسف الشديد ان البعض يعتقد انه نتيجة للصعوبات التي اعترضت مؤخرا تطبيق الاتفاق السياسي الليبي يعتقد البعض ان هذا يمكن ان يخلق بدائل حقيقية له وهذا في الواقع تفكير غير صحيح على الاطلاق الاتفاق السياسي لا زال هو الاتفاق الوحيد القادر على توحيد الليبيين في مؤسسات لدولة واحدة وهو يعاني الآن بعض الصعوبات ببعض الاختراقات من بعض الاطراف سواء منها الاختراق الذي قام به من شكلوا مجلس الدولة خارج نصوص الاتفاق السياسي او الاختراقات المتعلقة بعدم ايفاء البرلمان بالتزاماته تجاه التصويت على الحكومة وعلى التعديل الدستوري المطلوب لتضمين الاتفاق السياسي هذه الاختراقات هذه في الواقع لا يستطيع المجلس الرئاسي ان يقوم حولها بشيء هذه اطراف هناك اطراف مختلفة هناك ثلاث مؤسسات للمرحلة الانتقالية موجودة في الاتفاق السياسي وهي المجلس الرئاسي لحكومة التوافق ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري وبالتالي لا يستطيع المجلس الرئاسي ان يقوم بحل للمشكلة السياسية على نحو منفرد عندما يقرر المجلس الرئاسي انه القائد الاعلى للقوات المسلحة هل هذا يعني انه فتح جبهة مع الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر والله قد يكون الامر كذلك لكن الاشكالية ان الاتفاق السياسي ينص على ان من مهام المجلس الرئاسي هي القيام بمهام القائد الاعلى للقوات المسلحة واذا كان الاتفاق السياسي ليس متفقا عليه حتى من قبل المجلس النواب فذلك شأن اخر اما ان تحدث اشكالياته على مستوى التطبيق فهذا يعني ان الوضع الان الحقيقة متخندق تماما وصعب جدا وهناك تجمعات وتخندقات وتشكلات الحقيقة الوضع لا يوحي بالراحة مفتوح على كافة الاحتمالات قد يحدث للأسف شديد ان يتم اصطدام هذه القوى المختلفة المتجهة الى سرط بعضها مع بعض هل تعتقد ان قرار المجلس الرئاسي اتخذ داخل ليبيا ام خارجها برايك سيد ادريس والله انا شخصيا اعتبر مجرد طرح هذا السؤال يعني اننا دخلنا في نفس الاغنية المعروفة لدينا وهي قضية حكومة الوصاية مع حكومة الوصاية انا شخصيا لا اعتقد ذلك اعتقد ان هذا القرار قد تم اتخاذه في داخل ليبيا لانه في الواقع له علاقة مباشرة جدا بطبيعة الوضع الداخلي المتردي والمعقد والمتشابك والمتداخل وخصوصا في الآونة الاخيرة ولكن البعض يشير الى ان الترحيب الغربي بهذه القيادة العسكرية التي اعلن عنها المجلس الرئاسي هو يفرض في حد ذاته ويشير الى ان هذا العمر اتخذ في الخارج وليس في الداخل يا صديق العزيز هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق العالم الغربي لا يستطيع على الاطلاق الا ان يرحب باي الية من اليات تطبيق الاتفاق السياسي الذي دعمه ودعم الحكومة المنبثقة عنه لا يستطيع الا ان يدعم اي اجراءات تتخذها الحكومة نحو توحيد المؤسسة العسكرية سواء كان هذا الرأي يعجب البعض او لا يعجب البعض العالم من الخارج يرى ان هناك دولة واحدة وهناك مؤسسة عسكرية منقسمة واذا ما حاولت حكومة التوافق الوطنية التي يدعمها المجتمع الدولي ان توحد هذه المؤسسة العسكرية فمن الطبيعي جدا ان يدعمها هذا لا يعني انه يتخذ القرارات نيابة عنها لا افهم طبيعة هذا المنطق الحقيقة هذا الكلام ربما يعني اتهام رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبدالله تني هو من وجهه الى الاطراف الغربية وجهه تحديدا ايضا لمارتن كوبلر وقال بانه لا يقف على مسافة واحدة من الليبيين هل تعتقد بان دعم يعني او ما ذهب اليه كوبلر هو دعم مشروع ام تدخل في الشأن الليبي برأيك سيد ابريس السيد عبدالله تني يجب ان يعلم جيدا انه لم يعد لدى السيد كوبلر اطراف لكي يقف بينها موقفا متساوية هناك اتفاق سياسي وافقت عليه الاغلبية العظمى من الليبيين سواء من مجموعة المؤتمر الوطني او من مجلس النواب وبالتالي فان الاطراف المعنيين الذين يتحدث عنهم سيد كوبلر هم الاطراف الموقعون على هذا الاتفاق السيد عبدالله تني يعمل في الوقت الضائع ولا اعتقد ان السيد عبدالله تني يمكن ان يعتبر ملاحظات السيد كوبلر في هذا السياق تدخل في الشأن الليبي الا اذا اعتبرنا ان اي اشارة من اي نوع لأي شأن من الشؤون الليبية هي في الواقع نوع من التدخل واعتقد اننا في المحصلة النهائية مجلس النواب هو من طلب من الامم المتحدة التدخل لحل المشكلة الموجودة بين الليبيين منذ سنتين وظل الحوار مستمرا اكثر من 14 شهرا وانتج هذا الحوار لا يمكن لنا ان المجتمع الدولي اذا ما تدخل قلنا هذه الوصاية اذا لم يتدخل قلنا ان المجتمع الدولي قد تركنا لوحدنا وذهب ولم يساعدنا ولم يقدم لنا العون والمساعدة وهذه الحقيقة هذه ليست اطرحات سياسية تصمد على اي حال الفكرة واضحة الكاتب والبحث السياسي الليبي دريس الطيب كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة